ويزعم الحريري أن القس وركة ربع النبي محمد وعلمه وأعده لواصل رسالته كما يقول الحريري موسى أو أبو موسى كما في بعض الطبعات في كتابه قس ونبي صفحة 16 يعني النبي أخذ نفس الامتداد للرسالات السماوية الصحيحة وهذا كان متشابه معها بلا غلو ورفض الغلو المسيحيين وهذه الفرقة كما يقول القس يوسف درة الحداد هذا القسيس آخر معاصر الآن موجود يقول هذه الفرقة البيونية عرفت في علم الكلام والسيرة التراث المسيحي باسم الفرقة الإسرائيلية مقابل الفرقة المسيحية الأخرى الملكانية واليعقوبية والنستورية وأنها تختلف عن اليهود والمسيحيين بأنها تؤمن بالمسيح ولا تغلو فيه على العكس من اليهودية التي تكفر بإيسى المسيح والمسيحية التي تغلو في أمره فهي أمة وسط بين اليهودية والمسيحية هم أصلهم يهود كانوا حتى إيسى كان من اليهود وهي تقيم التوراة والإنجيل معاً هذه الفرقة المسيحية عفواً الإسرائيلية يعني هي الأبيونية تقيم التوراة والإنجيل معاً تحترمهم وتعتقد بهم مع بعض بخلاف المسيحيين الذين يكتفون بأحكام الإنجيل وحدها بناء على قرار مؤتمر الرسل عام 49 الذي تخلى فيه المسيحيون عن التعاليم اليهودية كالالتزام بالسبت والختان وتحريم الخنزير بعد ما يلتزمون فيها؟ فذولا كانوا يلتزمون هذه الفرقة الإسرائيلية هي مسيحية تؤمن بالمسيح وتلتزم بالتعاليم التوراتية الحداد يوسف درة القرآن عنده كتاب اسمه القرآن دعوة النصرانية طبعاً هذه فكرة قديمة يحن الدمشقي أيضاً كان يقول أن الإسلام هرطقة مسيحية أو فرقة مسيحية فهذا الحداد يوسف درة الحداد نفس الكلام تقريباً يكرر يقول في كتابه هذا صفحة 30 طبعاً 1986 من شرات المكتب البوليسية يقول أن هذه الفرقة أقرب كانت النبي كان أقرب إليها ويقول الحداد بأن هذه الفرقة هي الطائفة النصرانية الإسرائيلية التي يمدحها القرآن بقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون من قوم موسى هم يهود ويؤمنون بالحق يهدون بالحق وبه يعدلون العراف 158 كما يقول في كتابه القرآن دعوة نصرانية صفحة 375 طبعاً 2 من شرات المكتب البوليسية ويحاول الحداد حصر مصطلح نصارى بهذه الفرقة يقول لما نقول نصارى يعني الفرقة الإسرائيلية التجمع بين اليهود والمسيحية بينما الفرقة المسيحية الأخرى تسمى مسيحية لا تسمى نصرانية يحاول يفرق بالكلمة هذه ويرفض إطلاق اسم النصارى أو النصرانية على المسيحيين والمسيحية ويقول إنما هو اسم مخصوص بطائفة من بني إسرائيل ذول يسمون نصارى آمنت بالمسيح لكنها افترقت منذ مؤتمر الرسل بأرشريم عام 49 فصاروا ذول نعزلوا كل شيء يعني تعدوا عن المسيحية ولذلك لا يعدوهم من المسيحيين يعني محاولة متعصفة في الحقيقة لأنه تاريخيا فبت استخدام النصارى على كل الفرقة المسيحية يعني عندما نشاهد الإسلام والقرآن والنبي محمد ومخاطباته وراحوا المسيحيين يجوا كل ما يسمونه نصارى فالمسلمين حتى المسيحيين كانوا يسمون أنفسهم نصارى ومحاولة عزل النصرانية بفرقة واحدة والبقية مسيحيين هاي محاولة أعتقد فاشلة لأنه نفس هذا الحداد يوسف جرن الحداد يعترف أيضا بشيوة اسم النصارى عند العرب على جميع الفرق المسيحية يقول إيه صحيح العرب كان يسمون المسيحيين كلهم نصارى ولكن النصرانية تعني هاي الفرقة فقط كما يقول في كتابه صفحة 39 عليها هذه نقطة هامشية صغيرة ولكن نريد أن نعرف أنه عشية ظهور الإسلام زمن ورقة بن نوفل الذي كان قد تنصر تنصر على أي فرقة أي مفاهيم كان عنده مفاهيم معتدلة أم مفاهيم مغالية لذلك مثلا نشوف ترحيبة بالنبي محمد المعتدلين النصارى المعتدلين الأبيونين أو المساكيين أو هاي الفرقة الإسرائيلية ما وجدت اختلافا كبيرا بالعاكس كان ينتظرون ظهور نبي جديد ولذلك كما تقول الروايات أن ورقة قال الخديجة عندما عرضت عليه قصة النبي محمد أول ما نزل عليه الوحي فقال له إن شاء الله هو يكون هذا النبي الموعود الذي انتظره بينما ليعاقبة المتطرفين جدا يقولون بالطبيعة الواحدة أو الملكانيين يقولون بالطبيعة الثنائية المزدوجة كانوا أبعد عن تقبل الإسلام الذي كان يتحدث عن صفة إنسانية طبيعية عادية للنبي عيسى ولكن خلق بقدرة الله بكلمة من الله النسطوري كانوا أيضا أقرب كانوا مع تدليم موحدين وكانوا أقرب إلى الإسلام هذه هي الفرق الأساسية الرئيسية اللي كانت موجودة ولا تزال حتى الآن موجودة طبعا ربما الفرق النسطورية الآن ضعفت والكاثوليكية اللي هم الملكانيين والعاقبة اللي هم أرثوذوكس من مصر وهم أكثر شيء يعني مسيطرين عن المسيحية في هذه الأيام هذه نظرة موجزة عن الفرق المسيحية ولماذا اختلفت وماذا قالت كل طائفة من هذه الطائف وإن شاءنا نتحدث أيضا في حلقات أخرى عن موقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الفرق ومن المسيحية ومن عقائدهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته